شوانك حجي؟ شوان أخبارك؟ شوان وضعك؟ الحمد لله ماشاء الله شوان السوق؟ شو تشتغل حجي؟ أنا أشتغل لي معجنات كاهي معجنات كاهي؟ نعم بس أنا هاي الفتر كله يتمل غلا يعني أخير الشي راح أقعد يعني يعني أمو العشرة ألاف أصبحت مئة ألف يعني تشيس مال أطحين إذا كنت أجيبها بربع سعرها سب 3-4 ما أقدر يجيب المواد يعني أشتكم نعتها بشكل يعني بالسوق ما شيء تفعبر يعني ما تقدر تدخل بالسوق تشتري لك دهن أما شكر أما طحين تحط إيدك بنار يعني يعني ما عرف صبحنا صبحنا عشرة ألاف أصبحت مئة ألف يعني إذا أقل مسواق إذا أصبحت بخمسمائة أو بشت مئة ألف وأنا محدود أشتغل يعني بيوميا يمكن أخير يوم راح يطلعوا ويقعد ما عندي يقول ما عندي استطاعات هاي الغلاة هذا الغلاة نتحمل الدولار أحنا إش مستفادين من الدولار يعني إحنا والدولار شنو؟ أحنا واحد ما عايش الثاني إذا أقدر أجب اللي شيء ما لطحين عايشا في أسبوع زمان حسا ما أقدر أجيبه ما عند أمكانية أجيبه ماكو أمكانية وضعك حاجي شور راح يمشي إذا هاي شغلتك راح توقف شور راح تمشي مورك؟ إذا أغليها ما حاجي تشتري إذا أغلي ما الناس ما تشتري يعني بيش بيش أصير يعني ما أقدر أقعد يعني حتى الكاهي نعم الموت راح يطحين ودهن وشكر إذن الثينات ثلاثة تنغير عجي إحنا آخر شي سمعناها نعم قبل البداية بدأت طبقة البيض نعم صارت بثمانية نعم بعدين الفلافل صعدت بلف نعم بالفربع يعني أها والأسود البيتنجان نعم من الخمسمائة للألف ونص هسا وضحنا موضوع الكاهي كاهي نعم بيش جان وم بيش راح يصير كنا نبيع بخمسمائة هسا نبيع بألف دينار شنوالت بيع بألف دينار الكاهي وما جاء يصرف ما جاء يلزم يعني ما نقدر المواد غالية يعني مو مثلا ما أحكي لك هاي المواد قدامك وشفوهم كاهي لك لالريوق البغدادي نعم ريوق المرغوب الكدل هاي راح يغلي حتى هذين يلغونه من عندنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلنا سوي لكم ريوب رحمة الله ممنون حجي شكرا جزيرا